أعوذ بالله من الشيطان واجه بسم الله الرحمن الرحيم سوة الحجر مكية بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آية الكتابة وغرآن قبيل ربما يوضل الذين كفرون وكانوا مسلمين ترهم يأكلوا ويتمتعوا ويليهم الأمل فسوف يعلمون وما أهلتنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة رجلها ولها الزاخر وقالوا يا أيها الذين رسلوا عليك الذكر إنك لمجنون لما تأتين بالملائكة كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا ذا منظلين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لم نحافظون ولقد وصلنا من قرية في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا بيستغزون كذلك نسلكوا في قلوب المجرمين لا يؤمنون بهم قد خلطوا نقل أولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فضلوا فيهم يعجون لقال إنما سكرنا بصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بردزا وجعلنا وزيّلنا للنعظمين وحفظناها من كل شيطان رديم إلا من استرق الصمع فاتبعه شهاب مبين والأرض بلدناها ولقنا فيها رواسر ومتنا فيها من كل شيء موزون ودعنا لكم فيها مما عيشنا ولستم له برازقين وإن من شيء لنا عندنا خزائنه وما ينزله إلا بقدر معلوم ورسلنا رياحة لواقحة فأنزرنا من السماء ما أنفس قيناكم وما أنتم له بخازن وإنا لنحن نحي ونميت ونحن ونرد وعرثون ولقد علمنا المستقذبين منك ولقد علمنا المستأخدين وإن ربك هو يحشره منه حكيم عليم ولقد خلقت الانسالة من صنصال من أحبايا المسلون والجان خلقناه من قول بالنار السمون وإذ قال ربك للملائكة إني خالق أشر من صنصال من أحبايا المسلون فإذا سويته ونفقت فيه من روحي فقعوا لهم الساجدين فسجد الملائكة كل مجمع لله إبنس أبا يكون مع الساجدين قال يا إبنس مالكا لا تكون مع الساجدين قال لما كل يسجد البشر خلقته من صلصال من حمى مسلون قال فخرج منها فإنك رجيم وإن عليك النعنتين يوم الدين قال رب فرضين يوم البعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما هو يتني له زينن لهم فرط ولهو يأنهم أجمعين إلا عبادك منهم المغلصين قال هذا أصراط الله عليه المستقيم إن عباد ليس لك عليهم سلطان الله من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبوها من كل باب منهم جزء مقصوم إن المتقين في جنات وعيهم ودخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صد من ظل يلا من ظل يخرون على سور متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبع عبادي أن ينغفو ونعذبه نعذب الألم ونبئه مع الضيف براهيم انتقلوا عليه فقالوا سلاما قال إن منكم وللون قالوا لا توجل إن البشرك بغدام العليم قال أبشركم يعلى أما السن الكبر فبما تبشر قالوا بشر لا تبن حق فلا تكون من القالطين قالوا من يطند من رحمة ربه إلا الضالون قال فما أخذكم إنا المرسلون قالوا إنا أرسلنا من القوم المجرمين إلا آل لوط إنا لون الجم من أجمعين إلا مراته قدرنا إنا لابنا الغابد فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قنكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمتنوا وآتيناك بالحق وإنا صدقون فاصل بأهل طبيع تطعين من الله والتبيع أكبرهم والتبيع أكبرهم ولا يلتفد منكم ولا يلتفد منكم أحد وامضو حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مطوع المصبحين وجاء أغل المدينة يستمشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفتحون واتقوا الله لا تخزون قالوا أولم ننكع للعالمين قال هؤلاء بناتهم كنتم فاعلين لعملك إنكم في سكرتهم يعملون فأخذتهم الصيحة المشركين فدعناها علي أسافنها وانبرنا عليهم حجاعة من سجل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب ليك ذلك الظالمين فارتقلنا منهم وإنهما هلاب وإنهما لبما من قبل ودقل كاتب أصحاب الحجر بن السلين وأجيهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحيطون من الجبال بيوتا آمنين فقلتهم صيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما أخلقنا السموات الرضا ما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتئة فاصبح السمحة الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثال والقرآن العظيم لا تمدنا إليك إذا ما متعنا به أزواجا منه ولا تحسن عليهم ولا تحسن عليهم واتفق جراحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين فما أنزلنا على المقتسمين الذين جعل القرآن عجين فوربك لنسألناه أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشتكين إنا كفيناك المستهزين الذين يعلم الله لك أن آخر فسوف يعلمون ونقل نعلم أنك يضيح صدرك بما يقولون فاسبح بقمد ربك وكن من الساددين وأعبد ربك حتى يأتي غلقين صورة النحي مكية بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعدلوا سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروحين لعمله على ما يشعوا من عبادي أن آدموا أنه لا إله إلا أن تقول قال بصرا وتنظم الحق فلا تعالى عما يشركون قال قال إنسان من الطرين فإذا هو خصيب مبين وأن عام خلقها لكم فيها دفع ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحملوا أثقالكم من بلدين لم تكونوا بلدين لم تكونوا بالغيه إلا بشدق الأنفس إن ربك لرؤون فرحيم والخير والبغال والحمير اللي تركبوها وزينة ويخلقوا ما لا تعلمون وعلى الله يقصر السبيل من هجائر ولو شاء لهذاكم النبعين والذين ينزل من السمع ما لكم منه شراب ومنه شدن فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والزيتون والنخيل والأن والعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون وصخر لكم الناد والنهر والشمس والقبر والنجوم مصخرات بأمري إن في ذلك الآية لقوم يعقلون وما دروا لكم في الأرض مختلفا ألوان إن في ذلك الآية لقوم يتفكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحمة طليا وتستخرجوا منه حية تلبسونها وتعلكوا كمواخرا فيه ولتبدأوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسية إن تميذ بكم وأن هارعوا وصفوا سبولا لعلكم تهدرون وعلاماتهم وبالنجمهم يهدرون أفمن يخلق ومن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعضوا نعمة الله لا تحصوها إن الله غفور إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون من دون الله لا يخرقون شيئا وهم يخلقون أموات وإنواحيا وما يشعرون أيانا يبعثون إلهكم إلهوا واحدة فالذين لا يؤمن بالآخر يقلبهم منقعة وهم مستكبرون لا دعم أن الله يعلم ما يسرون وما يعنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قال وساطين الأولين ليحملوا أوزارهم كاملتين يوم القيامة من أوزار الذين يضلونهم بغيرهم ألا ساء ما يزلون قد مكع الذين من قبلهم فاتا الله بنيانهم من القناعد فقرع عليهم السقف من فوقي وأتاهم عذاهم من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يغزهم يقول فإن الشركائي الذين كنتم لشاكون فيهم قال الذين أوضوا العلم إن الخزي الذين صوموا أعلى الكافرين الذين تنوفاهم الملائكة الظالمية أنتصم قال فألقوا سلم وكنا نعلم إن سوء بلى إن الله عليهم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلا بئس مكوى المتكبر وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل عبكم قالوا خيرا للذين أحصنوا في هذه الدنيا أحصنة ولا دار الأخرى تخير ولا نعم دار المتقين جنة عدنية دخلونها تجري من تحت لنعر لهم فيها لما يشعر كذلك لذل الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين يقولون سلام عليكم دخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل يغضرون إلا أن تأتيهم الملائكة ويأتيهم ربك كذلك فعل الذين من قبلهم ومن ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئة ما عملوا حق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين أشرقوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فألعب الرسل إلا البلاء المبين ولقل بعثنا في كل أمة رسول في كل أمة رسول لن يعبد الله ولدنه الطاقود فمنهم من غدا الله ومنهم من أقض عليه الضلالة فسينوا في العضي فنظروا كيف كان عاكبة المكاذبين إن تحرص على هدهم فإن الله لا ينظر من يضر منه من ناصرين وأقسموا بالله جلد أيمانهم ليبعث الله من يموت بلا وعدنا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا عدناه أن نقول لهم كن فاكمون والذين هاجلوا في الله من بعد ما ظلمون لنبوي أنهم في الدنيا حسنة ولأجل الآخر أكبر لو كانوا يعلمون وَالَّذِينَ صَلَى اللَّهِ عَلَى رَبِّهُمْ يَتَوَكَّرُونَ وَمَا أَوْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِنَّا رُجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَغْلَى الدِّكْرِينَ كُمْتُمْ لَا تَعْلُونَ من بينة والزبر وأنزلنا إليك الذكر وأن تبين الناز وأن ازدل إليهم ولعلكم يتفكرون أفأمن الذين مقروا السيئة يخصب الله يخصب الله بهم الأرض ويأتيهم عذاب ويأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تغلقهم فما أصمم معجزين أو يأخذهم على التخوف فإن ربكم لرعوف رحيم أولم يروا من ما خلق الله من شيء يتفيه ظلاله ظلاله عن اليمين والشماهد سجداً لله يوم داخل ولله يسل ما في السماوات ومع فرض من دابة والملائكة من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخاف ربهم من فوقها فعلنا ما يؤبرون وقال الله لا تتخذ إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإيايا فرغبون وله ما في السماوات والأرض وله ما في السماوات رضواله الدين والصباء أفغير الله تتخون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسركموا الضر فإليه تجألون ثم إذا كشفوا الضر عنكم إذا فريقوا منهم بربهم يشركون يكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم فالله لا تسألون عما كنتم تقتلون ويجعلون لله البناد السبحانه ولهم ما يشتهون وإذا أبوا الشراحدهم بالأمثى ظلوا وجهه مصود وهو قظيم يتوارى من الضوم من سوء إباو الشعب أينصبه على هون أو أم يدسهم في التراب ألا سامى يحكمون للذين لا يكون بالآخر لمثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يأخذ الله الناس بظلم ما ترك عليها من دابة ولكن يأخذهم من أجل مصمى فإذا أجلهم لا يستخرون ساعة ولا يستخدمون ويجعلون لله ما يقرأون وتصب الصنة الكذب الصنة الكذب أنه الحسنى لا أجعم أن لهم النار وأنهم مفرطون كالله لقد أرسلنا إلىهم من مقابك فزينا لكم الشيطان أعمى لهم فهو وليهم يوضى ولكم عذاب أليم وما أنسلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه ومدر ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماع ما انطحي أبينا وضبعة ماضية إن في ذلك لا يتلقون بيسمعون وإن لكم في اللعنة عمل عبر نسقيكم مما في بطونه من بين طرط ودمي لولا خالصا سائغا للشاببين ومن زراد النخل والمن العناب ولا عناب تتخذون منه السكرى ورزق الحسنى إن في ذلك لا يتلقون لقوم يعقلون والله فضل بعضكم على بعض ويملك لكم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال وما أمروا الساعة ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أتاته ومتا عني لحين والله جعل لكم مما خلق الظلالة وجعل لكم من الجبال من الجبال يكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم لحروا سرابيل وسرابيل تقيكم مأسكم كذلك يطموا لعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك الملام المبين يعرفون نعمة الله يعرفون نعمة الله ثم يمكنونها وأكثرهم كافرون ويومن بعض من كل أمة شهيدة ثم لا يؤذروا للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلمون عذاب بني خفض عنهم ولا هم ينظرون وإذا رأى الذين أشفقوا شعكاءهم قالوا ربنا هؤلاء شعكاء الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يوم يدين السلام وظل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا صدوا عن سبيله لا يزدناكم عذابا فوق العذاب عذابا فوق العذاب ما كانوا يقصدون ويومن بعض في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم ومن ودئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب دميانا لكل شيء هو مدى ورحمة هو بشوى للمسلمين إن الله يأمر بالله عبد والإحسن وإهداء في القربة وينغى عن الفحشاء والمنكر والباغي يعيثكم لعملكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عايتم إذا عايتم ولا تنقضوا ولا تنقضوا الملكي على بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلة إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قبة الأنكاثة تتخذون إما لكم دخلت بيلكم أن تكون أمة هي أربا من أمة إنما يبلغكم الله بولي أمن ولله وليبينن لكم ويأوم القيامة ما كنتم فيه تفسرقون ولو شاء الله لجعمكم لجعمكم لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويغضي من يشاء ولتسألون عما كنتم تعملون ولا تتخذون أيمانكم دخلاً بينكم فتنزل قدمون بعد قدمون بعد ثبوتها قدمون بعد ثبوتها وتذوقوا السؤال بما صددتم عن سبيل الله ولا هم ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمناً قليلاً إنما عند الله وخير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ما ينفض وما عند الله باق ولنجزياً ولنجزياً أن الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا ما كانوا يعملون بل عمل صالحاً من ذكاً نوساً وهو مرهب لباً نحياً له عياته طيبة ولنجزياً أنهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعب بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس لهم سلطاناً على الذين آمنوا على ربي توكلون إنما سلطانه على الذين تولون هو الذين هم برب الذين هم به مشتكون وإذا بدلنا آياتهم كان آياتي والله ما أعلم بما ينزل بما ينزل بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر فيبترهم لا يعلمون قل نزلوا روح القدس من ربك بالحق لنفبت الذين آملوا وهدوا بشوى للمسلمين ولقد نعلموا أنهم يقولون يقولون إنما يعلمه بشر لسال الذي ينحد إليه أعجمي وهذا لسال العربي مبير إن الذين لا يؤمن بآيات الله لا يهديهم الله ولا عدد الألم إنما يفتر الذي يفتر لا يفتر الكاذب الذين لا يؤمن بالآيات الله وأولئك هم الكاذب من كبع بالله ومن بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئنهم بالإيمان وقمئنهم بالإيمان ولكن من شرح بالكب ولكن من شرح بالكب صررا فعليهم غضبوا من الله ولهم عذاب أليم ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا حياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين ردوا الله على قلوبهم والسماعين وبصال وعلى أولئك المفلحون وعلى أولئك من غافل لا جرم أنهم في الآخرة ثم إن ربك للذين هجلوا من بعد فرما فتلوا من بعد ما فتلوا ثم جاهز وصبروا إن ربك من بعد أنا غفور رحيم يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفس وتوفى وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وضرب الله مثلا قلية كانت آمنة من أطمئنة يأتيها لصبار وغدا من كل مكان فكبرت بأنعم الله فأذاق الله لباس الجوع والخوف بما كان يصنعهم ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأغدهم العذاب وماهم يظالمون فكلوا مما رزقون الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما خرم عليكم ما يتتودم لأحرى وقال الباضي ولا عاد فإن الله عظم الرحيم ولا تقول لما تصف أنصرتكم الكذب هذا حلال وهذا رب لفتروا عن الله الكذب إن الذين يفترون عن الله الكذب لا ينفلحون متاع طريق ولهم عذاب أليم وعلى الذين لا تحرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين للذين عملوا السوء بجهنة ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا إن ربك من بعدها لغطور رحيم إن إبراهيم كان أمة قارثة لله حنيفة ولم يكن من المشركين شاكرا لأن عميج تباوغ لأسراط مصدقيم وأهتيناهم من بالدنيا أصلا وإنه في الأخرى من الصالحين ثم أوحينا إليك لتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين إنما جعل السبب على الذين اختلفوا فيه وإن ربك لا يحقو بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ودعوا إلى سبيل ربك من حكمة الموعيدة الحسنة وناندلهم بآياتنا وجادرهم بالتي أحسن أن ربك هو أعلم بما أضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقرون إثماعوا قبتم به ولئن صارتم لهو خير للصابرين واصبر ما واصبر 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 وما صبرك الله واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تكو في ضيق مما يمكن واصبر وما صبرك إلا بالله لتأسن عليهم ولا تكون في ضيق مما ينقون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صلى الله عليه وسلم العظيم